يترقب العالم موعد وطبيعة الرد الإسرائيلي على الضرب الجوية الإيرانية الأخيرة وسط تكهونات حول طبيعة الأهداف التي من المرجح أن تستهدفها إسرائيل هذه المرة تقرير للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية صلت الضوء على سيناريوهات محتملة للرد الإسرائيلي والمواقع التي من المتوقع أن تقصفها الطائرات الإسرائيلية ضمن بنك الأهداف المرصودة داخل إيران التقرير قال أن من بين الخيارات المطروحة للاستهداف مهاجمة أنظمة اقتصادية مهمة مثل منشآت النفط والغاز والمجمع الرئاسي ومقر المرشد الأعلى ومقار الحرس الثوري في طهران كما أشار إلى أن الجيش يمكنه أيضا ضرب رموز الحكم وأهداف عسكرية رمزية مثل قاعدة الصواريخ التي انطلقت منها الصواريخ في الهجوم الأخير ولكثرة الأهداف والتباينها من حيث الأهمية الاستراتيجية زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إسرائيل بهدف المساعدة في صياغة القرار المتعلق بالرد معتبرة أن هذا التنسيق ضروري وفق التقرير فيما عبرت القناة في تقريرها عن وجود خشية حقيقية في الداخل الإسرائيلي من الرد هذه المرة لحساسية الأهداف المتوقع تدميرها الأمر الذي يتطلب تعاون دول الجوار فيما ذهب مراقبون إلى أبعد من ذلك مرجحين أن تكون الضربة القادمة شرارة اشتعال مواجهة مباشرة ومفتوحة بين تل أبيب وطهران ترجمة نانسي قنقر